قبل ما ندخل في بعض الأمور خلينا نستعرض أحوال الساحة الرياضية يمكن صارت إشاعة خلال الساعات اللي فاتت إنه مجلس إدارة أو اللاجنة السلسية في اتحاد الكرة استقالت ومن ثم فيه فراغ طبعا هو الفراغ وجد لما ربطت الأندية أخدت ملف الدوري واتطلعت به فبالتالي أصبح مبنى الجبلية في هذا التوقيت ما هواش بقرة الأحداث ما هواش نقطة الجدل اللي كانت مصارع على الأقل لغاية السنة اللي فاتت لازم يطلع لك خبر يشد الانتباه فيطلع حاجة إلحق استقالة أحمد مجاهد استقالة أحمد حسام عوض استقالة محمد الشاربي لا بس يعني أعتقد أن استقالة أحمد حسام عوض كان من يومين ومحدش نفاه طيب الحقيقة فين؟ أستاذ أحمد حسام عوض استقال فعلا والجديد أنه فيه مجهودات بتبذل معاه أنه يعدل على الاستقالة طب مش حق الرأي العام يا أستاذ إبراهيم إنه يطلع يقول أنا استقالك ليه؟ واحد من ثلاثة بيديروا كرة القدم أما يقدم استقالته من حق الرأي العام أين دور الإعلام هنا؟ محدش حاول يفهم هو استقال ليه؟ عشان لما يتراجع عن الاستقالة نعرف هو إيه اللي خلاه يتراجع عن الاستقالة؟ هل كانت حاجة داخلية ولا قضية عامة؟ يعني ده حقنا يا جماعة المسائل من عبتمشي على الحاجات اللي من حق الرأي العام وده مفروض أي مسؤول بيشغل عمل هيتجرد منه أو هيبعد عنه ويخرج عنه يطلع للرأي العام ويقول أنا مشيت عشان واحد نين ثلاثة أربعة لأنه كان يشغل في صمت ممكن أن أسباب تخصه يقول أن أسباب تخصني لكن فعلا تجاهل الرأي العام وحقه في أنه يعرف تفاصيل دي مسألة مش لطيفة بالمرة إنما النهاردة كان الحقيقة فين هنا؟ الحقيقة النهاردة المهندس أحمد مجاهد والأستاذ محمد الشاربي عملوا اجتماع مع مسؤول الفيفا عبر خاصية زوم النهاردة؟ النهاردة يبقى استقالوا فيه؟ فمبدئيا أحمد مجاهد ما استقلش الشاربي ما استقلش وأحمد مجاهد مش هيستقيل حسب تأكيده ولا حيمشي قبل خمسة يناير ولا يمدله بعد خمسة يناير ولن يترشح للانتخابات يعني خدوا كل اللقاءات دي لحيستقيل قبل خمسة يناير لن يستمر بعد خمسة يناير لن يترشح الانتخابات الصحابة والقرأة اللي جاية سواء بقراره نفسه أولا مش من حقه هو كما وجود على رأس اللجنة السلسان مش من حقه أنه يترشح بس من حقه يستقيل وما يشرفش على الانتخابات ويترشح لكن ده كمان مش هيحصل حسب تأكيده فمبدئيا المهندس أحمد مجاهد وللأستاذ محمد الشاربي وقد يعود إليهم الأستاذ أحمد حسام عوض أو يستمر في الاستقالة هيفضلوا موجودين لغاية إجراء الانتخابات طب إمتى الانتخابات؟ ده سؤال كمان مهم أوي انتحاد الدولي كان رفض فكرة التعديلات اللي الأندية طلبتها تعرف مجموعة الأستاذ محمد الطويلة والمجموعة كانوا أقرت بعض التعديلات وبعتوها للانتحاد الدولي الانتحاد الدولي رفضها ورجعنا اعمله انتخابات على لايحة الأستاذ عمر الجنيني اللي ما كانتش اعتمدت ولا حد عرف عنها حاجة لا هي اعتمدت للغرابة من الفيفا ولم تعتمد من الجهات الداخلية فبقت ملهاش مشروعية قانونية طب الحل إيه؟ النهاردة في اجتماع الزومنج اللي كان بين أحمد مجاهد والشواربي من ناحية ومسؤول الفيفا من ناحية تانية فيه جهود كتيرة بتبذل للتوافق على هذه التعديلات يعني حاول مجاهد يقنع المسؤول الاتحاد الدولي على بعض البنود اللي الاندية طلبها بما يسمح بإجراء هذه التعديلات حتى يتم إجراء الانتخابات وعد مسؤول الاتحاد الدولي انهم ما حيردوا في أسرع وقت فلو ردوا في خلال الساعات القليلة القادمة بالموافقة على بعض التعديلات اللي طلبتها الاندية المصرية سيتم تحديد مواد الدعوة تعرف لو وقع التعديلات دي معناها إيه؟ إن سيادتك تاخد الأيزو لأن محدش فحر إنه يعرف لنا هو حقيقة الأمر إيه؟ إنت أول أظن أنا ما سمعتش الكلام ده اللهم لذا كانت ألف حتة تانية لكن ما سمعتش إن كان فيه كونفرنس مع الاتحاد الدولي وكان نهارد الساعة أربعة بالزبط خلص أربعة بربع عليك خلص أربعة مية مية ده برايميل منيسي اللي عرف خلص أربعة فبالتالي هي دي بقى نقطة الحل لو فعلا مجاهد قدر يقنع مسؤول الفيفا إنه يا جماعة وافقوا على البنود المقترحة علشان كحل توفقي بحيث تلحق تعمل الانتخابات الانتخابات كان المفروض يتم الدعوة لها الدعوة تكون 30 أكتوبر انتهت فبالتالي أصبحنا في انتظار موعد جديد ربما يتحدد خلال ساعات أرجو يعني نسمع خبر في هذا الموضوع لأن أنا عارف أنت جبت الخبر منين فلا يمكن التشكيك فيه أنت تعمل زي مسلمين عشان قفشي أنا مصادري لا مش عادك تفشي أنا عارف أنت جبته منين وهو مصدرك لو تسأل من أي حدي تاني كان حقوله كلام اللي قاله على فكرة عطفا على ده دي قضية مهمة بس تتفضل بس ما حادش اهتم أنه يجيب الحقيقة قبل ما يجي زي حضرتك وأشكرك لأنك أنت جبتنا هنا في ملك وكتابة شيء نقدر نقدمه للناس على أنه الحقيقة شكرا